الحاجتين دول شبه بعض قوي وخصوصا لو في المرحلة الالتهابية يعني حتى احنا كده كترة ممكن ما نعرفش نفرق قوي فهم مرتبطين قوي ببعض عشان كده بجيب سريتهم النهاردة مع بعض وحتى علاجهم في البداية ان شاء الله بيكون واحد يعني ممكن لو سواء ده أو ده هو بيكون علاج واحد وممكن يحسن الاثنين إلا إذا يعني هنتكلم فيما بعد فعشان كده جايبين سريتهم مع بعض لأن يعني في التسخيص والعلاج بيبقوا متشابهين إلى حد ما في المراحل الأولية هي حاجة اسمها الكاليزيون أو الكيس الدهني وحاجة اسمها اللستاي أو يعني هنقول زي فاسفوسة كده في الجفن دي من الحاجات اللي بتيجي في الجفن بتعمل زي كل كيعة كده في الجفن وساعات بتبقى محمرة وملتهبة فيارب بتكون حلقة مفيدة ياريت تبعوها للآخر عشان تلموا الموضوعين كده مع بعض للآخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكوا جماعة عاملين ايه؟ معاكم محمد يشام ودي قناتي قناة اماتشات هنخش على الموضوع على طول هو موضوعين موضوع اسمه الكاليزيون أو الكيس الدهني وموضوع اللي اسمه ستاي أو يعني هنسميها لأن كانها فاسفوسة في الجفن يعني هما زي كل كيعتين مرتبطين إلى حد ما بالجفن بيحصلوا كتير بنشوفهم كتير وبيحصلوا كتير ويمكن الناس ممكن تكون كتير بتتفرج على الفيديو ده كان حصلنا الموضوع قبل كده هو في الغالب بيكون المريض بيشتكن عنده زي كل كيعة ملتهبة وهو ساعات حتى بتكون منفخة الجفن جامد لأن الجفن احنا عارفين إن هو نسيج رؤية يعني فبيعب ميا جامد فممكن يبقى عنده تنفخة في الجفن فهو العيان في الغالب بيجي مشتكن عنده زي كل كيعة ملتهبة في الجفن بيبقى في الجفن العلوي في الغالب لما بيجي العيان بيبقى تقريبا بالنسبة لنا كأطباء بيبقى الشكل واحد تقريبا في زي كل كيعة ملتهبة وفيه الإحمرار في الجفن والموع ويكون ألم طبعا وكلها في البداية لازم نفهم إن الجفن نفسه هو جلد ولكن ليه طبيعة خاصة وليه بيحتوي على بعض الغدد الصغير يعني هي غدد منتشرة كتيرة مش لازم غدها حاجات كبيرة في الجسم ولكن هي غدد صغيرة لإفراز بعض الإفرازات لدموع لدهون لحاجات من نحيزها القديل فالفكرة كلها إن الغدد الصغيرة دي هي في الغالب بتكون المصابة في حالة الكاليزيون أو الكيس الدهني بيبقى فيه غدد دهنية الغدد دهنية دي بيكون هنقول عاملة زي كده كأنها مثلا بلونة ولها فتحة أو بوز كده بيطلع على الإفرازات دي سد بيتبتدي الإفرازات دي تتجمع جوه لغدة نفسها وممكن تجبر وتعمل فكرة الكيس الدهني أو إن هي تجمع الإفرازات الدهنية دي وطبعا أي سدد ممكن يعقوبه إن يبقى فيه برضو التهاب بكتيري فبالتالي الموضوع ييجي في حاجة اسمها إنفليم دي كاليزين أو إن كيس دهني ملته ده اللي بيكون مشابه إلى حد ما للفاسفوسة أو الستاي اللي احنا نتكلم عليه استاي دي في الغالب بتكون فيه برضو غدد مرتبطة إلى حد ما برضو بالشعر أو الرموش بتاعة الجفن فممكن بيكون فيه كل كيعة بده محمرية لإنه بيكون الغدد دي لما برضو بيحصل جوهة التهاب بتبتلي تعبي صديد فممكن يحصل التهاب في الغدد دي فالكاليزين ده كيس دهني يعني تجمع دهني في الخلايا الدهنية دي اللي تقفلت أما الستاي ده التهاب بكتيري لبعض الغدد الصغيرة اللي ممكن تكون مرتبطة برموش أو غير رموش ولكن هي التهاب بكتيري في الجفن برضو الخلاصة إن هي كل كيعة حمرة ملتهبة في الجفن العيان بيجي بيشتكي منها والطبيب لما بيجي شوف بيبقى في الغالب في الحالة الالتهابية يعني هنتكلم في الآخر إن الكاليزين ده بعد الالتهاب هنقول في آخر العلاج إن ممكن يكون فيه تفرقة لكن في الأول الموضوع بيكون إلى حد ما شبه بعض طيب إيه اللي بيحصل يعني إحنا هنتكلم شوية الحلقة استرسال هيكون مختلف شوية مش لازم تكون علاج يعني علشان هم موضوعين يبقوا ماشيين بالتوازي وعلشان في حاجات ليه علاقة ما بعد العلاج المهم إحنا لما بنشوف المنظر ده في الغالب بيكون العلاج لا يخرج عن أطرات ومراهم مضاد حيوي يعني بيكون في الغالب الأطرة والمرهم بيكون مزيج بين المضاد الحيوي والكورتيزون على أساس إنه هو برضو بيقلل الالتهاب إلى حد كبير وبرضو الكورتيزون بيساعد إن لو فيه الفتحات بتاعة الغدد دي مقفولة بيساعد إن هي هتفك فبالتالي مثلا في حالة كيس الدوني ممكن زي يصرف أو يطلع الإفرازات اللي جواه بدون أي تدخلات أخرى هنوضح بعدين فبالتالي في الحالة الالتهابية العلاج الأساسي بيكون مراهم وأطرات مضاد حيوي قد نلجأ لمضاد حيوي بالفم ولكن في الغالب إن شاء الله بنسبة كبيرة الموضوع بيعدي مراهم مثلا مرة صبح ومرة بالليل مع أطرات 3 أو 4 مرات في اليوم الأطرات اللي هي المزيج بين المضاد الحيوي والكورتيزون لمدة مثلا ممكن أسبوع أسبوعين لحد ما الموضوع يصرف أو الالتهاب الشديد دي يروح مع إن أهم حاجة أهم حاجة ودي من العلاجات المهمة جدا الكمادات الدافية دي مهمة جدا بتساعد التدليك أو المساج للعين أو تدليك العين مع الكمادات الدافية ده بيساعد إن العين لو كيس دهني يصرف وبالتقوه برضو لو في الفسفوسة أو اللي هي الستاي دي إن هي برضو بتساعد إن الالتهاب يروح وإن لو في أي حاجة بتطلع من الفسفوسة دي يعني أنا هسميها فسفوسة لأن يعني هي لها أسامي مجعلصة بالعربي لكن هي استاي وعلى فكرة موضوع الكمادات ده مهم جدا 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 يعني ممكن يكون أهم من العلاج نفسه لأن في بعض الناس ممكن يتخيلوا إن الكمادات دي حاجة جانبية لا في الموضوع ده الكمادات مهمة جدا جدا وإن كان قلتها قبل كده إن في بعض العلاجات البسيطة بتكون أفية بكتير من العلاج الحقيقي ذات نفسه فالكمادات الدافية دي مهمة جدا 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 يعني ممكن مع الكمادات في بعض الأوقات الموضوع فعلا بيتحسن إلى حد ما يعني أهم حتى من الأطارات والمرأة دي حاجة لازم لا نخفى لها يعني بعد مدة من العلاج المرحلة الالتهابية دي ممكن تروح ساعتها إلى حد ما ممكن يبقى فيه تفريق الاستاي او اللي هي الفاسفوسة دي فيه الغالب في الغالب ان شاء الله مع العلاج ده بيعدي مجرد مضاد الحاوي مع الكمدات الموضوع بياخد يعني أسبوع أسبوعين ويعدي الكاليزيون او الكيس الدوني ممكن يطول شوية يعني ممكن علاجه يطول شوية ياخد ندي له فرصة مثلا أسبوعين كمان زيادة يعني ممكن ياخد أربع أسابيع ستة أسابيع وبرضو يروح لوحده ما فيش أي مشاكل ولكن بعد المرحلة الالتهابية دي لما بتروح بيباني لحد الماني ده كيس دوني مش الفاسفوسة او اللي ستاي يعني الكاليزيون مش ستاي بعد ما يكون عدة المرحلة الالتهابية ملحوظة تانية هو عن يفقع الفاسفوسة دي يعني محدش يحاول يفقع الفاسفوسة دي لأن ممكن يكون الموضوع يعني يزيد المبلة طين فلازم ناخد بالنا كويس جدا جدا إن مع العلاج مع شوية المساج مع الكمدات الموضوع يتحسن لو لا قدر ولا متحسنش نسيب الموضوع لطبيب العيون بقى ما حدش يحاول يفقع الفاسفوسة أو حاجة لأن في بعض التدخلات من بعض المرضى ممكن تأذيهم أكتر متفيد وطبعا لو المريض بيلبس عدسات لصقة في الفترة العلاج ده كله بنوقف العدسات اللصقة علشان يعني أي مكروب أو أي بكتيريا أو أي حاجة مع العدسات اللصقة لازم نبعد ونريح العين إلى حد ما منع مش عليها أي ضغط طبعا لازم يكون في عناية بالجفن والعناية بالجفن دي برضو من الحاجات اللي ممكن تكون حاجات وخائية للموضوع ده يعني فكرة العناية بالجفن عموما دي بتخلينا إلى حد ما نتقي شر إن الموضوع ده يحصل يعني كوقاية إن الموضوع ده يحصل من الأساس بمعناه إن لو فيه في الغالب الكيس دهني ده إن بيكون فيه حاجات يعني أتربة أو بكتيريا أو حاجات خلايا ضئيلة هي اللي ممكن تكون سدت المخرج بتاع الغودة الصغيرة دي فبالتالي لو إحنا دايما في عناية بالجفن يعني فيه بعض الكلام على الشامبون اللي هو لا دموع بعد اليوم ده اللي ما بيعملش أي دموع في العين إن ممكن بيبقى فيه غسيل كويس للجفن وخصوصا الحزة أو الطرف بتاع الجفن ده مهم أو إن هو يتفرق بالشامبو ده أو بالصابون ده بحيث إن هو يكون دايما نظيف ويكون في حالة جيدة إن إحنا نغسل وشنا كويس دايما إن إحنا نعتني يعني هي نضافة شخصية وعناية شخصية للجفن على الأساس إن الرموش ده برضو شعر ممكن يكون بذي لم تراب أو حاجة فدايما بننصح إن يكون فيه عناية بالجفن باستمره فالعناية دي جزء من العلاج أو من الوقاية برضو إن ما يحصلش الموضوع ده في الأساس لو بعد فترة ما المرحلة الالتهابية دي عدت ولكن لسه الجفن الكولكاعة دي موجودة في الغالب لو كيس دهني بيبقى ممكن محتاج تدخل جراحي وحتى اللستاي ممكن يكون فيه تدخل جراحي ولكن اللستاي أو الفسفوسة دي بتروح لوحدة بنسبة كبيرة ما يكون تدخل الجراحي فيه بيكون ضائل جدا وحتى ساعات ممكن لو الفسفوسة دي مرتبطة برمش ممكن لو الرمش ده تشد ممكن بيطلع لو فيه أي إفرازات أو فيه أي حاجات متحويشها فالستاي إيه لحد ما إن شاء الله بتعدي بالمضاد الحاوي والكمدات مهمة جدا جدا الموضوع الكمدات وبرضو الكاليزيون الموضوع ده بيعدي بالمضاد الحاوي والكمدات ولكن علاجه ممكن يطول شوية زي ما قلت ممكن أسبوعين ثلاثة زيادة ولكن لقدر الله خلاص الموضوع تحوصل والكيس الدهني الالتهاب راح ولكن لم يتم صرفه بشكل كامل أو إن احنا حاسين إن العلاج مش متجاوب دينا له أربعة خمس ستة أسابيع ولكن خلاص وصل لمرحلة إنه سبت مش عايزي إلا أو إن هو يصرف عن كده ساعتها ممكن يكون فيه تدخل جراحي بطريقة ما بأدوات ما مرضو يعني موضوع بسيط إن شاء الله ولكن بيكون تدخل لازم بيتفتح الموضوع ده بطريقة ما من جوه الجفن وبيتفط بطريقة معينة مهمة إن هي تكون يعني هنقول حد أو أو عنيفة شوية مش عنيفة شوية ولكن إحنا لازم نتأكد إن ما يكونش فيه أي بواقع دهنية لإننا مش عايزين إن هو يرجع دهنية الحوظة تانية في الموضوع ده لو في الأطفال لو فيه كيس دهني متكرر بيحصل في الأطفال بيشككنا إلى حد ما نفيه من مقاس نظر مش مظبوطي يعني زي ما نقول إن الطفل ده عايز يتعمله نضارة أو يتكشف على مقاس النظر بتاعه في الغالب هيكون محتاج نضارة أو لو ما بيلبسهاش أو لو بيلبسها محتاج تغيير في النضارة دي ليه لإن هي ليه علاقة بالزر على العين شوية تفسيره مش عايزة أعقد الموضوع لكن ليه علاقة بإن الطفل لما بيكونش شايف كويس ممكن يبقى فيه شوية جهد على العين أو زر على العين ده يعني بيساعد إن يكون فيه كيس دهنية تتكون وتبقى متكررة إلى حد ما برضو ملحوظة تانية لو لا قدر الله كيس دهني بيتكرر في نفس المكان بصفة مستمرة لا قدر الله بعد الشرع الجميع ممكن يشككنا إن فيه حاجة مقلئة فبالتالي ممكن يكون فيه لازم يكون فيه لي بقى فحص أو يعني تحت الميكروسكوب نشوف طبيعة بقى الخلايا دي إيه لما بيكون فيه تكرار للكيس الدهني ده في نفس المكان مش مثلا في نفس المكان في نفس الجفنة لا يعني في نفس المكان في نفس المكان يعني إنه يتكرر في الجفنة ممكن ولكن لما يكون فيه تكرار ليه في نفس المكان في نفس الجفنة ده ممكن يقلينا شوية أو إن احنا عايزين بقى نطمن هو ليه ايه طبيعة النسيج ده هل هو كيس دهني بس ولا في امور اخرى الحاجة التانية الامراض اللي هي وخصوصا الكيس الدهني دي ممكن تكون مصاحبة لبعض الامراض اللي هي علاقة بزيادة افراز الدهون طبعا في الجلد من غير تفاصيل سيبوريك درماتويتس وما شابه المهم بعض الامراض اللي هي علاقة بالافراز الزائد للدهون وطبعا منطقيا ليه كيس دهون هيكون ليه علاقة بالموضوع دهون الخلاصة ان هي كل كيعة محمرة في الجفن شخصها في الاول هيكون الموضوع ما بيكونش واضح تماما وخصوصا لو في مرحلة التهبية العلاق في الغالب بيكون هو واحد ان لازم يكون فيه عناية بالجفن زي ما قلنا بغسيل مثلا بشامبو معين من غير دموع او حتى ان يكون فيه غسيل متكرر للعين بحيث ان يساعد العين على ان هي تفرز الافرازات اللي فيها او ان هي تصرف بالبالة دي كده مع طبعا كمادات دافية مهمة جدا 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 ومساج للكل كاعة دي مع ان احنا بنتدي مضاد حاوي ومضاد التهاب يعني قطرة واحدة فيها المضاد الحاوي ومضاد التهاب اللي هو الكورتيزون يعتبرون مضاد التهاب سواء قطرات ومراهم وفي بعض الاحيان ممكن نلجأ لعلاج بالفن ولكن في الغالب مع المساجل والدق كمادات الدافية والعلاج ده لمدة اسبوع او اسبوعين الامور بتتضح في الغالب الموضوع بيتصرف والموضوع الجفن بيرجع طبيعي وبيبقى زي الفل ممكن يطول شوية لو كيس دهني وممكن زي ما قلنا ان الكيس الدهني ده في الغالب لو ما صرفش كاملا وفيه لسه فاضل شوية ممكن نضطر ان احنا يبقى فيه فتح جراحي وبرضو الفسفوسة او الستاي ممكن تحتاج ولكن في الغالب بتستجيب للعلاج من غير اي مشاكل موضوع شائع يعني ناس كتير ممكن تكونوا تعرضت له ولكن زي ما قلت لو قايا خيروا من العلاج من احنا نحافظ على نظافة الجفن وفي نفس الوقت قلنا في السريع ان الموضوع علاجه ازاي اتمنى ان هي تكون حلقة مفيدة للجميع لو حد عند اي سؤال ياريت سيبولي في التعليقات وما تنسوش قبل ما تمشوا تبصوا على بقية الفيديوهات زي ما بقول لي مش قناة بس طبية حاجات تانية بعين على الطب بتشرف بدعمكم لي فياريت ما تنسوش تعملوا اشترك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد وربنا يدينا العمر والصحة ونشوف بعد على خير الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته